أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في نشرة أخباري حقوق الإنسان للعالم العربي قالت Human Rights Watch في بيان صادر عنها بتاريخ السابع من مايو الجري أن القوات اليمنية اعتقلت تعسفا العشرات من المتظاهرين منذ سنة الفاردة قضى العديد منهم أسبوع وأشهر رهن الاحتجاز دون أي تهم واضحة وأكدت المنظمة أن هذه الظاهرة تواصلت حتى بعد انتقال السلطة وقامت بتوثيق سبعة وثلاثين حالة انتهاك وقالت سيدة سارا ليا واتسان المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة Human Rights Watch لا يظهر في الأفق أي عهد جديد من احترام لحقوق الإنسان باليمن وأضافت أنه على الحكومة الانتقالية ضمان كف كل قوات الأمن عن هذه الانتهاكات وتمكنت المنظمة من التحدث إلى العديد من الضحايا الأتقال التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز باليمن والذين وصفوا الظروف السيئة التي عشوها وظروب سوء المعاملة التي كانوا ضحيتها أثناء احتجازهم بسجون اليمنية وحثت Human Rights Watch الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا ودول الخليج أن تدعو السلطات اليمنية لحالة جميع المحتجزين إلى القضاء حتى يفرج عنهم أو تنسب لهم تهم وتتم مقاضاتهم حسب المعايير الدولية للمحاكمات العادلة في سياق آخر اعتبرت نفس المنظمة أن التعديلات التي قام بها المجلس العسكري المصري لا تختلف عن التعديلات التجميلية المألوفة للرد على الانتقادات دون الحد من السلطات العسكرية وقد استمرت المؤسسة العسكرية في محاكمة المدنيين حتى سنة 2012 أمام محاكم عسكرية إذ تم القبض على أكثر من 300 شخص منذ مطلع هذا الشهر وتعارض جل المنظمات الحقوقية إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية الشيء الذي يتعارض والمعايير الدولية وإجراءات التقاضي السليمة الأساسية وهي لا تستوفي متطلبات الاستقلالية والحيادية الضرورية للمحاكم ودعت في الأخير منظمة Human Rights Watch البرلمان المصري إلى مراجعة قانون الأحكام العسكرية بما يحد من اختصاصاتها على سعيد آخر وفي سودان الآن حيث أدنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقال وتهديد الأستاذ الجامعي والصحف السوداني المعروف فيصل محمد صالح بوسيدة أجهزة الأمن في سودان واستنكرت الشبكة استمرار التراجع الرهيب في حرية الرأي والتعبير في البلاد واعتبرت أن حرية الصحفة في سودان لم تعد أكثر من مجرد السرب وأن اعتقال الكاتب المعروف يعد بمثابة تبخر البقية الباقية من حرية الصحفة وحرية الرأي والتعبير وكانت سلطات السودانية قد اعتقلت فيصل محمد صالح وأستاذ الصحفة وكاتب وناشط معروف يوم الثلاثاء الثامن من مايو قبل أن تفرج عنه بعد ساعات طويلة من الاعتقال وبدأت المضايقات الأخيرة للصالح في يوم الخامس والعشرين من أبريل المنصر مع خلفية مشاركة تليفوزيونية أدل بها لقناة الجزيرة وانتقد فيها خطاب الرئيس السوداني عمر البشير الذي ألقاه في التسع عشر من أبريل الفارض وبعد عدة زيارات ومهاتفات لمنزل النشط السوداني عثرت الأجهزة الأمنية عليه واقتدته إلى أحد مقراتها وبعد تحقيق استمر حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي استمر استدعاء صالح يوميا إلى جهاز الأمن لاستكمال ما زعم الضباط المحققون أنه حوار مع صالح حول مداخلاته التليفوزيونية ومقالات أخرى كتبه وقال تشابك العربية أن اعتقال صالح يأتي في سياق انتهاكات مستمرة وطويلة ضد حرية الصحافة ورأي في سودان من مصادرة الصحف وغلقها ورقابة عليها وترهيب واعتقال الكتاب وأصحاب الرأي وطالبتها الشبكة العربية للسلطات السودانية بالكف الفوري عن مضيقة الصحفي فيصل محمد صالح وجميع الصحفيين السودانيين كما طالبتها بمراجعة مواقفها المتشددة مع حريات الرأي والتعبير والمخالفة للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية بهذا الخبر نصل إذن إلى نهاية نشرتنا شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر